اشتركوا في القناة نظام الويندوز عن طريق شراء مفتاح بشكل يعتبر رخيص نوعا ما الحلقة هذه راح اتكلم عن كيفية تفعيل نظام الويندوز بشكل مجاني عن طريق استخدام احدى الطريقتين اللي بشرحها اليوم الطريقة الاولى اوامر في السيم دي والطريقة الثانية عن طريق استخدام اداء الطريقة الاولى راح تكون امنة اهم شي يا شباب في تفعيل نظام الويندوز انه يكون امنة الامن مهم جدا فالطريقتين اللي بشرحها امنين اما الفرق بين الطريقة الاولى والثانية انه الاولى راح تكون قانونية والطريقة الثانية ما راح تكون قانونية فهذا الفرق اهم شي الامان موجود في الاثنين قبل ما ابدأ الشرح اول شي تتأكد من ان نظام الويندوز عندك نظام اصلي مش مكرك اذا كان عندك نظام الويندوز مكرك فما راح تشتغل عندك الطريقة ايضا بحط لكم فيها على الفيديو كيفية تحميل نظام الويندوز من شركة مايكروسوفت بحيث ان يكون عندك نظام الويندوز نظام اصلي ايضا الشيء الثاني انكم تروحون على السيرتش وتكتبون السيرفزز بعدها تدخلون على السيرفزز عندكم اللي بيكون بالطريقة هذي وتدورون على كلمة السوفتوير بروتكشن الخطوات اللي راح اكلمكم عنها يا شباب خطوات مهمة جدا ويجب عليكم انتباع حتى تقوم بتفعيل نظام الويندوز منكم بالطريقة امنة ومجانية تدورون على السوفتوير بروتكشن عن طريق اللي هو البحث في السيرفززز سوفتوير بتوشن تضغطون عليه دابل اكليك بعد ما تقوم بايجاده وبعدها تتأكدون ان الخيار اللي امامكم على يكون مفعل على اوتوماتيك مش على المانول او على الديسيب تقوم بالضغط على السهم بعدها تختارون اوتوماتيك وبعدها استارت ابلاي اوكي بعد ما تضغطون على ابلاي اوكي تقوم بعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر بعد ما قمتوا بعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر تدخلون على الموقع بعد ما تدخلوا على الموقع تنزلون اللي هو الاوامر اللي راح تشتغل في السي ام دي وتقوم بتفعيل نظام الويندوز بعد ما تقومون بتحميل ملف على سطح المكتب بيكون على بصيغة زيب فايل بيكون اللي هو بالطريقة هذي الوينزيب تقوم بالدخول عليه وبعدها تحملون الملف على سطح المكتب او على اي فايل قمتوا بان شاءنا حملته على الفايل اللي امامكم اللي هو نيو فولدر وبعدها تقوم بالضغط عليه وبيكون عندكم الخيارات هذه اللي امامكم يا شباب بس قبل لا يعني تستخدمون البرامج هذا اذا كان عندك نظامك ويندوز التن عشرة فراح يتفعل عندك اذا كان عندك ويندوز انتربرايز او ويندوز سبعة او ويندوز ثمانية فما راح يتفعل عندك الاداة هذه فقط لا ويندوز عشرة اللي هي الهوم او البرو اتنين ثلاثين بيت او اربعة وستين بيت لكن قبل ايضا ما تحملوا البرامج هذا ايضا يا شباب تقوموا بالتأكد من ان مكافح الفيروسات عندكم مغلق اذا كان عندكم مكافح الفيروسات شغال فراح ايضا يسبب لكم مشاكل وراح ما يحمل عندكم البرامج وفي حال حمل البرامج راح يمسح بعض الامور مما يأثر على دور الطريقتين فاتأكد ان عندك المكافح الفيروسات مغلق انا ما استخدم من مكافح الفيروسات فالهذا السبب ينزل عندي بدون المشكلة فان انا اعرف كيف استخدم جهاز الكمبيوتر عندي فما احتاج الى مكافح فيروسات فاتأكد ايضا من ان مكافح الفيروسات عندك مغلق قبل لا تحمل اللي هو الاداة الاولى والاداة الثانية اللي بشرحها بعد شوية بعدها تضغطون على الخيار اللي امامكم وتضغطون run as administrator وبعدها بالطريقة هذي مثل ما تلاحظون يقولكم ويندوز عشرة او ثمانية واللي بعدها راح يقوم بتفعيل هالبرامج هذا راح يفعل اللي هو نظام الويندوز عدكم لمدة امية وثمانين يوم بعد ما يعدي فترة مية وثمانين يوم استخدموا نفس الاداة wasي ايضا يفعلها الكم لمدة مية وثمانين يوم بعد ما استخدمته الاداة وتم تفعيل نظام الويندوز عند تم استخدام الأوامر على جهاز الكمبيوتر خاص فيكم الآن أعيدوا تشغيل جهاز الكمبيوتر وراح يروح عنكم الوتر مارك وراح يتفعل عندكم نظام الويندوز الآن ننتقل للطريقة الثانية في حال الطريقة الأولى ما عملت معاكم ما فعل عندكم نظام الويندوز لكن احتمال أن يتفعل عندكم نظام الويندوز احتمال 99% الطريقة الثانية مثل ما قلت لكم آمنة ولكن مش قانونية بحط لكم الموقع ايضا في الديسكريبشن هذا هو الموقع راح يحملكم اداة الاداة هذه كيم اس بيكو احد افضل الادوات الامنة اللي تقوم بتفعيل نظام الويندوز تنزلون الاداة انا ما اشرح لكم اياها لان انا يا شباب مثل ما تعرفون ما اقدر هو يعتبر مش قانوني فلهذا السبب انا بس باعطيكم فكرة عامة لكن تأكدوا يا شباب انها امنة وما فيها اي حاجة فتحمل الاداة عن طريق الضغط على الخيار الاول او الخيار الثاني او الخيار الثالث اللي هو اخر اصدار راح يكون اللي هو 10.2.0 بعد ما تقومون بتحميل الاداة راح ينزل عندكم البرامج بصيغة الزب فايل بعد ما يتحمل عندكم التولز او الاداة عن طريق الزب فايل راح يطلب منكم باسورد الباسورد اللي هو امامكم هذا يا شباب هذا هو الباسورد تضغطون عليه كوبي بيست وتحطون عندكم في الفايل اللي بيكون ظاهر امامكم وراح تستطيعون الان انكم تنقلون الملف وتستخدمونه بسيط جدا استخدام التول يا شباب بعدها راح يكون عندكم بالطريقة هذه الاداة راح يتفعل عندكم الويندوز تضغطون على اللي هو بذل ما تلاحظون اللي هو الزر هذا بعد ما تضغطون على الزر هذا راح تسمعون صوت وراح يتفعل عندكم نظام الويندوز وبالطريقة هذه انت وعدكم نظام ويندوز شغال وما فيه اي مشكلة وكأنك انت يعني مشتري نظام الويندوز لكن مثل ما قدركم يا شباب الطريقة هذي مش قانونية أنا يعني ما انصحكم انكم تستخدمون الطرق الغير قانونية وافهم يا فهيم وصلنا لهاية الفيديو للاستفادة منكم يا شباب لا تنسونا في اللايك وسبسكرايب وشير وايضا تفعيل الجرس وفي امان الله